تفتكروا الحب بيتغير بيتحول شكله بمرور الوقت تفتكروا ان الثقافة المجتمعية عن الحب في مصر محتاجة مراجعة تفتكروا ان احنا هل نقدر يعني كمصريين احنا ننشط ثقافة الحب بين الناس وبعدها تفتكر يا منا بص يعني نشط ثقافة الحب حيخلينا مجتمع اكيد نجاح مجتمع يحب بعضه الحب حنلاقيه ومظاهره حتبقى موجودة في تعاملات الناس مع بعضها وفي علاقاتها مع بعض اعتقد ان الحب ممكن يبقى نوال علاقات النجحة لو الناس بتحب بعض هتبقى متقبلة بعض هتبقى بتفوت لبعض فمش هيبقى فيه نوع من انواع الشد الاعصاب والترصد اللي بيبقى موجود في كتير من العلاقات سواء بقى على المستوى الشخصي او على مستوى الشخصي خلينا نسأل الدكتورة هيلة منصول وستاذ علم الاجتماع بجامعة بانها اللي موجودة معانا في الستوديو هتقول لنا نتعامل ازاي ونتكلم ازاي دكتورة هيلة اهلا وسهلا بيك اهلا بحضرتك وستاذ المشاهدين اهلا وسهلا بحضرتك عايزين نعرف ايه هي مظاهر الاحتفال بالحب في الفترات السابقة وازاي نقدر يعني نحولها الحب للمجتمع كله شوف حيث مظاهر الاحتفال بالحب زيها زي اي مظاهر احتفال باي شيء اخر قد يكون احتفال شخصي خاص بشخصين وده مش مرتبط بمناسبة معينة ولا وقت معين ولكن تعبير عن شعور بالسعادة تجاه كل واحد فيهم تجاه الاخر وقد يكون احتفال عام ان احنا بنعمله يوم رمزي او بنعمله مناسبة بنبتدي كلنا نستدعي فيها كل طاقة الحب عشان نشعر بقيمة هذه المناسبة لان هي حالة رمزية يوم معين بنقول عليه عيد للحب فكل واحد يستدعي كل الطاقة الايجابية وطاقة الحب اللي عنده ويدور على الناس اللي بيحبهم ويحسسهم بقدر حبه وساعدته بوجوده معيهم في الحقيقة الحب في حد زيته هو اجمل شيء في الدنيا وهو الفترة اللي ربنا خلقنا عليها ان احنا نحب نحب الاشخاص نحب الناس نحب نفسنا نحب حياتنا اي شيء في الدنيا لازم تحط له كلمة حب قبل وهتلاقي شكله اختلف وبقى احلى من الاول طيب الحب ده هل كل الحب اللي هو الحب الرومانسي والحب المشاعر الفياضة والحب الراجل اللي ست او بنت الولد لا مش هو ده كل انواع الحب ده نوع من انواع الحب نتفق الاول انه الحب حالة ربانية الحب اللي هو الحب الرومانسي او الحب الكيمية الانسانية ده حالة ربانية محدش يقدر يعمالها غير ربنا سبحانه وتعالى صحيح وشان كده ربنا قال لو احنا انفقنا كل اللي في الارض جميعا ما نقدرش نقلف بين قلبي فحالة التأليف بين القلوب ووجود الحب الرومانسي ده حالة ربانية من عند ربنا انما الانسان بطبيعته كائن رومانسي القيمة الرومانسية موجودة عند كل البشر في حد عنده متلمعها قوي بتظهر بسهولة وفي حد عنده بيخبيها او بيحط عليها اشياء عملية اكتر فبتبقى محتاجة ان احنا نستدعيها قوي لشان كده ساعات نستدعيها باغنية ساعات بمشهد ساعات بكلمات ساعات بنظرة من حد بنحبه ساعات بتعبير او بلمسة يعني ايه واحد بيبقى مخبيها واحد مش مخبيها بيبقى ايه مكسوف يعني يبين مشاعره لأ مش عطوف طبيعته عنده ضغوط فما عندوش وقت يدين ليه عندنا ضغوط هي طبيعة ليه واحد بتبقى مشاعره زهرة واحد مشاعره بتبقى محتاجين نلمع وندور بالضبط هي شو في حضرتك هي طبيعة شخصية فيه واحد حالم كده ودايما بيستدعي رومانسية ومعرفش اي حاجة الا بالحب وفيه حد تاني بيغلب الجانب العملي في شخصيته ويجنب الحياة العملية ودايما لما يجيله النقوص ده بتعن رومانسية او اللمسة دي اللي عايزة تصحي رومانسية جواه بينايم فيه واحد بيستجيب لها بسرعة فيه واحد تاني بتضغى عنده الجانب العملي في الشخصية اكتر من الجانب الرومانسي لكن الرومانسية دي سر السعيدة وزي ما قلت لها دي هي قيمة كامنة عنده كل البشر ياريت نقدر نستدعيها في مناسبة زي دي بنحاول كلنا نستدعي رومانسية ومشاعر الحب طيب هل الحب بكله نوع واحد لا حب نوعين فيه حب القلب وحب العقل حب القلب زي ما قلنا كيميا انسانية ربنا سبحانه وتعالى اللي بيخلقها والكيميا دي بتخليني اشعر بالارتياح تجاه حد اشعر بالسعادة بالقرب منه ابقى دايما عايزة ابقى موجودة معاي ابقى شايفة كل مزايا اكتر من عايزة توقف عندي دي عند المراهقين الحب هنا بيبقى ناضج لا الحب هنا بيبقى مرتبط بثقافة جنسية بثقافة تطلع الحب حاجة تانية خالف يعني قصدي حضرتك قلتي النهاردة جملة مهمة جدا الحب شرارة يعني هي كيميا هي بتطلع مرة واحدة بالزبط انا متفق جدا معك ولكن اخواتنا الصغيرين هو مرة واحدة كده ايه انا بحبها يا عم دي ما تنفعك يا عم دي ما ده بيحصل خليني طبعا بيحصل بس خليني اوضح لحضرتك ان هناك فرق بين الحب والرغبة احنا بتكلم عن الرغبة ولا عن الحب لا احنا بتكلم عن الحب الحب الرومانسية زي ما قلت الحكت مشاعر اكتر منه حسيات فاخوة المراهقين طبعا او حتى الاطفال بيظهر عنده ايه لا اول مرة اي حاجة بنعملها لا اول مرة بتبقى فيها فيها جمال وفيها رهبة وفيها خوف وفيها مشاعر كلها متل اخبطة فدايما الحب الاول ده بيبقى ليه واقع قوي جدا عند الانسان وفيه ناس بيستمر معه الحب الاول طول حياة وفيه ناس بيتهيق لها انه هو ده الحب الاول على فكرة احنا فيش حب اول وحب اخير احنا ساعات يتهايق لنا ان المشاعر دي مشاعر حب لما بتجي لأقوى منها بنكتشف انه هو ده الحب بس التاني ما كانش حب حب العقل بقى احنا نفكرينه حب القلب اه حب الاول والحب العقل بقى يعني احنا كده كنا بنتكلم عن حب القلب اللي هو الكيميا الانسانية الحالة الربانية اللي هي بتدي السعادة المطلقة والوجع المطلق يعني دايما حلويتها في ناتي ديك احساس بالمطلق سواء السعادة ممكن ما بين كلمة وكلمة تلاقي نفسك في قمة السعادة او روح تلقمة التعايسة وده حالة انسانية جميلة عند البشر حب العقل اللي هو حب السفات انا شفت في حضرتك سفات عجباني فانا حب السفات دي فحب اتعامل مع هذا الشخص اختيارات ويمكن الحب السفات دا دايما يترجم في الصداقة صحيح ايه موضوع حب العقل وحب القلب حب القلب زي ما قلناك كيميا اللي ربنا بيحطها لنا من غير دخل لإرادة الإنسان فيها وهي مشاعر حب العقل هو حب السفات انا بحب السفات دي فلما بلاقي إنسان فيه السفات دي بختار ان انا احبه او اتعامل معي وده بيكون باين قوي في الصداقة والعلاقات الانسانية بكل أشكالها امتى يبقى الحب قوي جدا للحبيب لو الاتنين اجتمعوا ان انا تشدت بالكيميا لشخص ولما تعملت معي لقيت فيه نفس السفات اللي انا بحبها وهنا ده بيبقى قوي جدا لان فيه اتفاق ما بين العقل والقلب طب امتى الحب ما يكملش او يبقى سبب مشقة لو هناك تعارض ما بين العقل وما بين القلب انا تشدت بكيميا وخلاص ازاي ازاي هتشد السفات مهيش بتعجيبني مش سفات السنة بحو المبجم الكيميا ملهاش علاقة بالسفات الكيميا ليها علاقة بحالة من حالات المشاعر وده بيبقى باين قوي في مرحلة المراقة والمرحلة الصغيرة ليه لانهو بيتشد الحد بيحس معاه بالارتياح بحس الجاذبية ليه ايه اللي حاليني احس بالارتياح والجاذبية لازم تكون في حاجة بتشديني ما هي دي المشاعر الكيميا كده كيميا انسانية فانتش مجربتي اوه شكري كيميا انسانية عند ربنا ومن عند ربنا لتأليف بين القلوب ده النهاردة في الفالنتين دي لو بصينا لنسبة الناس اللي بتشتري هدايا في عيد الحب هل ليهم اكترهم من فئة المراقلة حرج بتتكلم يعلي ايوه عشان هو ده اللي عنده المخزون المخزون ايوه ليه انهو بيجرب حاجة الاول مرة مهم كمان للحب بيئة الحب هل احنا البيئة هتشجع ايه البيئة الاجتماعية والنفسية والثقافية اللي احنا عايشينها دي مهمة جدا المتغيرات اللي هتؤثر على الحب بين طرفين هل هيسمح له ان هو يستمر ولا مش هيسمح له كل دي بتلعب دور كبير جدا في احساسنا بالحب وادراكنا ليه لكن انا عايز اأكد ان الحب حالة والانسان اللي بيعرف يحب ده انسان سوي جدا ويحب هنا مش مجرد حب راجل لست او ولد وبنت حب الاشياء حب الحياة حب العمل حب الاشخاص حب العيلة حب الزمالة دي حالات او مشاعر انسانية اذا وجدت بتسهل علينا صعوبات الحياة دوله نتجر انسان بخبط كثيرا ونتجر عاطفي صحيح الكلام لكن دايما بنقول الحب كمان محتاج تكافؤ محتاج بيئة اجتماعية تشجع عليه محتاج رعاية يعني الحب بزرة الحب ممكن تيجي زي ما قلنا بكم يا انساني انا شفت الشخص ده تشدت لي انما استمرار ده محتاج زي ما حضرتك قلتي معاملة وصفات وحاجات كثيرة قوي تأكد مشاعر الحب لكن ساعات لو مشوا عكس بعد بيعملوا تعاية شديدة جدا للانسان ممكن تتحول لحالة من حالات العند أو حالة من حالات التشبس بمشاعر قد لا يسمح لها على ارض الواقع بتحقيق استعادة طيب الحب حالة انسانية عند كل البشر ما فيش حد كبير على الحب ولا تغير على الحب والمنطقة الوحيدة اللي ما بتعجزش في الانسان هي المشاعر مهما يكبر سن الانسان ومهما شكله يختلف طيب ايه شكلها بيتغير طريقة التعبير عنها بتتغير اكيد اكيد الماس مش بتعبر وهي كبيرة وبتشتغل زي لما كانت في مدرسة اولا في جامعة لا في مرحلة معينة بيبقى الدواب الزي ما قلت الحقيقة بيئة الحب بتسمح له البيئة اللي هو عايش فيها نظرة المجتمع ليه توقعات المجتمع منه وكل دي بتختلف فبتدي تقيد الانسان في مشاعره او تفتح مشاعره لكن بيفضل الانسان طول عمره عنده رغبة انه يحب ويتحب فيش مرحلة في الحياة يقول خلاص لا انا مش هينفع على حب ولا تحب ما يعرفش يعيش يبقى مجرد موجود وخلاص لكن عشان يعيش الحياة بسعادة هو محتاج دايما انه يحب ويتحب وزي ما هاكد مرة تانية الحب حالة عامة بتدي سعادة بصرف النظر عن انه راجل وست او ولد وبنت عشان كده كلنا لازم نحب قوي عشان نكون سعادة قوي عشان نحس ان الدنيا لها لازم وحركوا استاذ علم اجتماع وشفتي الاجيال اللي فاتت وازاي كانت بتعبرها وكانت بتحب اكيد يعني درستي مفهوم الحب نفسه اختلف اكمل بس السؤال زالين ليه اقول الفكرة وبتشوفي دلوقتي الموضوع اتغير ازاي يعني حرك شفتي اكيد اجيال كتيرة مرت عليك في المدرجات وفي يوم زي دا يوم البالنتاين وهم دايما بيتحاول هل المجتمع تغير هل طريقة التعبير من اجيال السابقة الاجيال دي ما هو نفس الرد اللي انا قلته ان التعبير عن الحب اختلف نتيجة للبيئة الاجتماعية ونتيجة لقيمة التوقعات اللي اختلفت ونتيجة ربط الحب بالحياة المادية والحسيات الحب زمان كان مرتبط اكتر بالمعنويات وكانت نعيشه نظرة او كلمة او خجل او حاجات بسيطة حالين بقى والاغاني كلها كالرومانسية الحالة نفسها الحالة نفسها والعادات والتقاليد والمفاهيم سهوة الاتصال وسهوة الوصول لبعض دا داية اللي حصل دلوقتي الحسيات طاغت جدا الرغبة اثرت وارتبطت كتير جدا بالحب ترجمة الحب المادية افقد الحب معناه واستعادة به بقى دخلت فيه كمان المصالح والابتزاز والمساومة لا وصولة استصال النقطة النقطة اللي اتهمانت لك دي مهمة او يا دكتور ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين وعشان اروح انول كل رضا يومات اروح له مرتين بعيدا بقى انه مقتها ما كانش فيه طرق مختصرة ولا طرق يعني كده الوصول ما كانش سهل فهل عدم القدرة على التواصل طول الوقت ده كان بيعمل مجال بقى ان المخ يتخيل ويعود يحلم يعود يعيش في رومانسيات قد تكون احسن من الواقع شو في حضرتك يا البيئة كلها البيئة كلها بكل ما فيها البيئة الاجتماعية طبعا من علاقات بين الناس من اسلوب حياة من دير التوقعات من ثقافة عامة بتقول ايه المسموح وايه المرفوض وايه المقبول وايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش مع وجود الامل يعني كانوا الولاد زمان في الجامعة وهم في سن متقارب كان عندهم امل انهم لو حبوا بعد هيعرفوا يتجوزوا دلوقتي بيقفوا قدامهم عوائق مادية وعوائق اجتماعية ويترى في وظيفة يترى في شقة يترى في امكانية فنلاقي ممكن يحبوا بعد بس ساعة الجواز هي هتدور على الشخص اللي جاهز وهو هيدور او هيستنى كمان 5 6 7 8 عشر سنين على بال ما يقدر يعمل ده فبقى في جاب ما بين الاطراف اللي موجودة مع بعضيها في فاصل زمني كبير قوي على بال ما ده يبقى مستعد للزواج او على بال ما هي تبقى مستعدة للزواج لان الحب اي اتنين بيحبوا بعض بيبقى املهم انه يكلل هذا الحب بالزواج لكن في الحقيقة برضو احنا كمان لو شفنا الحالة الكلمات الاغاني شفنا رومانسية الافلام والمسلسلات هاليا بعيدة تماما عن الاحساس برومانسية المشاعر والاحاسيس ولكن كلها بيغلب عليها الطابع المادي والحسيات اكتر من المعنويات فده اطار عام بيشكل حالة الحب اللي ممكن تكون موجودة بين الناس يعني بشكل عام ملامح الحب اختلفت وتطور الزمن خلى فيه حاجات مختلفة وقصة ان انا تواصل مع حبيبتي بالواتساب ومحدش يحس من عندها ولا من عندي وانا جوه وانا جوه الموضوع ده موت حاجات كتير موت حاجات كتير وفتح حدود مش في مكانها يعني تلاقيهم لسه يدوب بيعرفوا بعض ويتكلموا كأنهم عارفين بعد بقالهم السنين ودي مشكلة؟ اه يبقى يدوب لسه بيعرفوا بعض وبيتصرفوا لأنهم مخطوبين يبقى يدوب لسه مخطوبين ويتصرفوا لأنهم متجاوزين فاول ما بيجوا يتجاوزوا بيتصرفوا لأنهم متطلقين يعني كل مرحلة سابقة مش عايشين المرحلة بتفاصيلها فبتعمل مشاكل كتيرة جدا يمكن أبرز مثال على ده على أن التواصل الزيادة ممكن يكون بيعمل يعني بيحرق كل ترود الانتفاحية الزيادة مش متلوة حتى بين الأزواج يعني لازم يبقى في مساحة للخصوصية تجي مساحة أولا للتجمل تجاه كل طرف تجاه الآخر لمساحة خصوصية وارتياح تجاه كل طرف أكيد نفتكر خالص شعر أحمد رامي لما كان بيقول أنه هو كتب يمسهرني غزلا في قلة من وراء المشربية كان ماشي في الشارع وبيفضل يعدي رويح جاية من عند المشربية متخيل أنها قاعدة مستنياة فابتدأ يكتب مشاعره ناحية المشربية في الأخير اكتشف أنها قلة موجودة فقط عملت له التموية ده أدقي الخيال هو اللي بيقى البطط وهي أكيد كانت متجال وتوقع برضو في رد فعل أنها هي كمان مستنية صحيح الحب ليه أشكال كتير وليه أزمينة كتير ولكن يظل كل زمن ليه شكله الخاص بالحب الحب السريع اللي موجود دلوقتي في مواقع التواصل أو اللي خلت مواقع التواصل الحب فيه يعني يتبقى وترته أسرع يختلف كثير عن الحب الجوابات والرسائل الحب الراقي اللي كان فيه هانم وتفضلي وأحاجات كل زمن أو كل وقت وليه أذان كمان التكافؤ في الحب مهمة كتا صحيح طبح مشكورة دكتورة هلا منصور وأستاذ علم الاجتماع بجمع بنا كان نفسي نوع بحرك تاني بس للأسف في وقت الفقر تاني شكرا جزيلا لحرككم كل سنوحرك طيب وحضراتكم طيبين ومصر كلها بخير شكرا جزيلا لحركة دكتورة هلا